هل نحن بحاجة إلى منظومة الدفاع لربما مطورك التي يستخدمها التحالف الدولي لصد الطائرات المسيرة ولكشف الصواريخ عن بعد؟ بالتأكيد سيدتي نحن نفتقر إلى دفاع جوي وصواريخ وطائرات ورادارات لحد هذه اللحظة لم نمتلك منظومة دفاع جوي حقيقية متكاملة أو ملائمة مع ما موجود في دول الجوار لأنه أضعف الإيمان نحن في دول الجوار لديهم تقنيات كاملة لدفاع الجوي في عملية حفظ وسلامة الحدود وكذلك حفظ وسلامة الأمن الداخلي والأمن القومي نحن لحد هذه اللحظة الإمكانيات ضعيفة دائما ما كنا نستعين بقوات التحالف من خلال المعلومات الاستخباراتية وبالتالي تعطى إلى العمليات المشتركة وبالتالي تقوم العمليات المشتركة بتسيير طائرات الـ F-16 أو طائرات السزن كارابان في دك أو كار العدو لحد هذه اللحظة نحن لم نقف على أرجلنا حقيقا في كثير من الأمور نحن اليوم يجب أن نتعامل في منظومة استخباراتية تكنولوجية تقنية تكنيكا يعني اليوم نحن يجب أن تكون لدينا أمن سبراني قوي نستطيع أن نتعامل معه من خلال الطائرات المسيرة لأنها نظام الحرب الجديدة هي نظام حرب طائرات مسيرة وهذه الطائرات مسيرة تأتي بارتفاعات واطئة لا يمكن للرادارات الطبيعية والاعتيادية كشفها لذلك كثير من الأمور نحن لم تتطرق إليها القوات المسلحة لم تتطرق إليها قيادة الدفاع الجوي قيادة القوة الجوية لذلك نحن اليوم كضباط كنا سابقين في الجيش وحتى في هذا الجيش خدمنا كثيرا لا نرى لدينا دعم لوجستي قوي نستطيع أن نكون فيها دولة تنهض ودولة تستطيع أن تواجه أي خطر خارج لأنه سابقا كانت هناك رادارات تؤمن 150 كيلومتر ما بعد الحدود في حالة أي طائرات أو صواريخ أو أي شيء ينطلق على بعد 150 كيلومتر قبل الحدود الأرادارات العراقية تكشف هذه وبالتالي تتعامل معها ولدينا طائرات خاصة بالدفاع الجوي طائرات السكرامبل التي ممكن أن في لحظات تكون في السماء وتعالج هذه الأداء نحن اليوم جميع هذه الأشياء لا تتوفر لدينا اشتركوا في القناة